يقاتل حافي القدمين ولا يهم أن يرتدي هذا المقاتل بزته العسكرية وحذاءه أو بقي يواصل معركته هكذا بتركيز شديد ففي كل الاتجاهات له هدف ولن يخطئ التصويب إذ لا يبارح موقعه هنا في جبهة الشقب بالمسراخ التي يجري تمشيط ما تبقى من معاقل الميليشيا فيها على أيدي أفراد الجيش الوطني والمقاومة ولم ينقشع غبار المعركة بعد فاستكمال مراحلها على أكثر من طريقة إذ واصل المقاتلون إنجاز المعركة للانتقال إلى المشاركة في فك الحصار عن مركز مدينة تعيز التي تنتظر هي الأخرى التحرير حيث تسير الحياة ببطء شديد يتخلله سواد حالك لحالة الناس وتفاقم معاناتهم لكنهم مبتسمون يلوحون بالنصر وإن تأخر فآخر المعلومات تشير إلى أن ثلاثة علوية عسكرية جديدة ستسهم في فك حصار المدينة وتحريرها نهائيا بحسب مسؤول السلطة المحلية علي المعمري إذ كشف في التصريحات العلامية أن خطة تحرير المحافظة جاهزة ومتفق عليها وهي موضوعة الآن بين يدي رئيس الجمهورية وقيادة التحالف كما أرجع المعمري تأخر تحرير تعيز إلى أهمية فارق القوة المحاصرة للمدينة لكن هذه القوة التي وإن نجحت بالطبع في خنق الحياة ومحاصرة المدينة لم تستطع إخضاع السكان لقوانينها أو فرض سلطة الأمر الواقع وإلى جوار خوض المقاومة معارك وردع الميليشيا في أكثر من موقع تتحدث مصادر من وقت إلى آخر بأن قيادات ميدانية تابعة للميليشيا تسقط برصاص الجيش الوطني والمقاومة قد لا يكون آخرها القياد الحوثي أبو صابر الذي لقي حتفه في مواجهة بجبهة الشق بجنوب محافظة تعيز وكلما خسرت الميليشيا معركة حاولت فتح أخرى وكما سقطت في المسراخ ونجد قسيم ذهبت للاتفاف في جبهة جبل حبشي للوصول إلى منطقة الضباب غربي المدينة وتحديدا في منطقة الوافي حيث كسرت المقاومة والجيش الوطني محاولة توغل للميليشيا وبغطاء جويا من قبل طيران التحالف الذي شن عدة طلعات على مواقع الميليشيا المطلة على جبل حبشي اشتركوا في القناة